مرحبا رح نكمل اليوم بالجزء الثاني من حالات الضمير الشخصي لما يكون عنصر متأثر بالفعل يعني لما يكون اسم مجرور أو مفعول به بدرسنا اليوم رح نشتغل في البداية على حالة الضمير الشخصي كعنصر مرتبط بلا حقة التوجه التوجه يلي حكينا عنها سابقا بأنه هي عبارة عن الحرف السنائي قبل ما ندخل على الدرس نعمل مراجعة لقانون المتغير ثنائي نستعيد في لفظ الأحرف الصوتية مرة تانية أنه لما يكون آخر حرف صوتي ملفوظ في الكلمة حرف صوتي عريض يعني نستخدم باللاحقة الحرف أ ولما يكون الصوتي من الأحرف الصوتية الرفيعة رح نستخدم الحرف الصوتي في اللاحقة الحرف أ هذا الكلام رح يكون أيضا مطبق على قانون الثنائي كلاحقة التوجه الضمائر الشخصية لما تكون في حالة التوجه قبل ما نتعرف على معانيها نتعرف على شكلها بالأول لأنه في عنا حالات خاصة تغيرت فيها أشكال الضمائر الشخصية الضمير الشخصي بان بان المفروض يكون مع لاحقة التوجه يصير بنا بنا حسب قانون الثنائي ولكن تم تغييره في اللغة التركية لأجل الحفاظ على تجانس اللفظ في اللغة التركية تحولت إلى بنا بنا يعني بنا تم شطبها تم الاستغناء عنها تغيرت إلى بنا شو صار معنا بنا ما فينا نحدد معنى ثابت لأدات لضمير شخصي مع لاحقة لكن المعنى الأقرب لألها حاليا التقريبي هو كلمة إلي نحوي تجاهي لي ولكن مو ملكية هي عبارة عن حالة توجه نفس التغيير طرع على كلمة سان سان المفروض تكون سنة أيضا تم شطبها وإضافة سنة بديلة عنها صار عنا السنة صارت معنا إليك تجاهك نحوك الضمير الشخصي أو أيضا صار شكله أنا استخدمنا النيل عازل بدل ما نستخدم النيل عازل يعني هذول قوانين سابتي أشكال سابتي بنا سنة أنا مع الضمير الشخصي الجمعية ضلت حافظة على أشكالها بيزة سيزة و أولنا را بيزة إلينا سيزة إليكم و أولنا را إليهم نحوهم تجاه هذا الكلام المعنى التقريبي ما فينا نعممه دائما نشتغل أمثلة على استخدامها اللاحقة هاي كيف أنا باستخدمها في الجملة و أنا شو المعنى اللي عم بحصل عليها من خلال استخدامها نبدأ بالمثال الأول أنا أرسل إلى أبي مالا كل شهر أنا كل شهر عم ببعد لأبي مصار المرسل إليه مين عبي يكون التوجه عبكون أبي أنا الفاعل فعل الإرسال كل شهر هون شو رحصة عندي في الجملة أنا الفاعل بان إليه أبي بابام زا التوجه بابما معلحق التوجه ben babama كل شهر هر أي 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 gönderiyorum فعل göndermek أل أرسل الآن 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 سارة جملة بالكمل من باباما هر أي para gönderiyorum من باباما هر أي para gönderiyorum أنا أرسل لأبي هون عمصر التوجه هو كان الوالد أبي أنا أبعد لما سار هلا إذا نشتغل الجملة بالعكس إذا كان أبي هو الفاعل يرسل إليه كل شهر المال سار عندهم أنا يرسل إليه المال كيف رحصة جملة همار الفاعل سار أبي سار بابام يرسل إليه أنا سار الملوكس لأبي بابام بانا هر أي كور شهر para gönderiyor بابام بانا هر أي para gönderiyor سار أنا أُنصر التوجه أُضافت ايليه لأحق التوجه إلا بان بالعرب سارت إليه بتركسارت بانا اذا باباما هر أي para gönderiyorum أنا أُرسل إليه إلى أبي بابام بانا هر أي para جملة ثانية أمي تجهز الطعام للضيوف هنا لدينا والدتي هي على تجهز الأكل لمن؟ الأكل مجهز في أجل الضيوف هنا لدينا الضيوف التوجه أمي مسافر لري يمك أمي مسافر لري والدتي تجهز الطعام للضيوف حاليا لما يكون الموضوع تماما مختلف والدتي تجهز لنا الطعام صار هون المجهز لهم من ضيوف صرنا نحن كضمير شخصي الجملة حافظت على نفس شكلها ولكن تغير المجهز له بدل ما يكون ضيوف صرنا نحن يعني ضمير شخصي بيز زائد لحقة التوجه صار عنا أمي بيزي يمك أمي بيزي يمك والدتي تجهز لنا نحن الطعام مثال آخر أنا لم أصرخ على الطفل أنا لم أصرخ على الطفل هون عندي فعل الصراخ أنا ما صرخت على الولد هون التوجه موجه تجاه الطفل رح صير عندي جملة بان توجوك رح ينضاف الليلة حق التوجه تتحول الكي إلى يوموشاكي بان توجوه بان توجوه بارمدم بان توجوه بارمدم أنا لم أصرخ على الولد لكن حاليا أنا لم أصرخ عليك أنا لم أصرخ عليك صار عندي الموجه إليه الصراخ مهو الطفل أنت صار عندي بان صنى بارمدم بان صنى بارمدم أنا لم أصرخ عليك بان تجوعة بارمدم لم أصرخ على الطفل بان سنة بارمدم أنا لم أصرخ عليك أنت مثال أخير على حالة التوجه شخص دياتي التالي أنا اعتدت على اسطنبول تعودت على اسطنبول صار عندي هون فعل التعود على الشمك اسطنبول تعودت عليها صارت أحتاج إلى التوجه التوجه هون لم يرح يكون على اسطنبول بان اسطنبولة أنا تعودت على مدينة اسطنبول لكن حاليا أنا تعودت عليه هو عندي صديق عم نحكي عنه تقول لك أنا تعودت عليه صار عندي هون هو التوجه شو أنا رح يصير شكلها بان اونا ألشتم أنا تعودت عليه طب أنا تعودت عليهم زملائي في السكن الجامعي جيراني في البناء تعودت عليهم صار المقصود بالمعتاد عليهم ما هو أو فقط واحد صار أون لار كيف صارت الجملة بان أون لارا ألشتم بان أون لارا ألشتم أنا تعودت عليهم هلأ بالشكل الثاني ليه الضمير الشخصي لما يكون عنصر مفعول به يعني لما يكون عندي في الجملة فعل متعدة والضمير الشخصي تحول إلى عنصر متأثر بهذا الفعل المتعدة يعني صار مفعول به لحقت نفعول به شو كانت كانت الرباعي نرجع نتذكر قانون المتغير رباعي أيضا أنه لم يكون آخر حرف صوتي ملفوظ بالكلمة أ أو إ رح نختار في اللاحقة الحرف إ لم يكون إ أو إ رح نختار في اللاحقة إ أو 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 رح نختار في اللاحقة الحرف أو وآخر شي عنا أو إ أو إ رح نختار في اللاحقة الحرف إ هذا الكلام أيضا مطبق على الضمائر الشخصي نجل هون على هالجملة الثانية أنا أحب أصدقائي كثيرا هون فعل الحب فعل متعدي يحبه فهون يحب مين أنا هون أحب أصدقائي المفعول به في الجملة هون أصدقائي مفعول به محدد عم بعطيه الحالة الملكية كيف رح سير الجملة؟ أنا أحب أصدقائي كثيرا الفاعل أنا بان فعل الحب في آخر الجملة أصدقائي كثيرا كثيرا رح تكون قبل الفعل كحال أصدقائي هن المفعول به من ايضاي الحق تعليف المفعول به من ايضاي الفعل الكزيدي هذه الكزيدي خصيصي انا احبوا اصدقائي كثيرا ولكن ايضاي الحق العقص اصدقائي يحبونني كثيرا في الأصدقائي فعل الحب حافظ على حاله كثيرا حافظ على موقعه كحال شو تغير في الجملة المحبوب كانوا هم أصدقائي صرت يحبونني أنا هوني بالعربي نحن منضيف للفعل المتعدي مع الضمائر الشخصية الضمائر المتصلة يحبني يحبك يحبه هل ضمائر المتصلة بدالها باللغة التركية هو عبارة عن الضمير الشخصي زائد لاحق التعريف المفعول به يعني أصدقائي يحبونني أنا كثيرا صار عندي أصدقائي يحبونني أنا صار هوني بيني Arkadaşlarım beni çok seviyorlar Arkadaşlarım beni هوني بيني هي بديلت النهاي يلي هي موجودة بالفعل يحبونني كثيرا هل لو جملة شكل آخر أصدقائي يحبونك كثيرا صار عندي يحبونك أنت صار المحبوب بدال ما أكون أنا صرت أنت كيف صارتو جملة Arkadaşlarım بدال beni صار أنت سن ما على حق التل مفعول به سني Arkadaşlarım seni çok seviyorlar Arkadaşlarım seni çok seviyorlar أصدقائي يحبونك كثيرا منها جاء عبارة أنا أحبك أو أنا أحبك Yani ben seni seviyorum Ben seni seviyorum هوني سني عبكون شوهون doğru Doğru هو المحبوب الشخص المحب طب أنت تحبوني صار عندي أنت الفاعل تحبوني أنا سن beni seviyorsun beni صرت أنا المفعول به سن beni seviyorsun أنت تحبوني Ben seni seviyorum أنا أحبك مثال آخر أيضا عننا أنتم تضايقون جيرانكم فعل المضايقة فعل مركب رaha تصز اتمك كمصدر رح يتحول إلى شمدك زمن رح يصر عندي اتمك تتحول في ت إلى د أنتم تضايقون جيرانكم أنتم الفاعل سيز تضايقون في نهاية الجملة جيرانكم هو العنصر المتأثر هو المفعول به مع حال الجمع وملكية كيف صارتو الجملة سيز جيرانكم كوم شو لارنز كمفعول به كوم شو لارنز لحق التعريف المفعول به بدونها الجملة 0 سيز كوم شو لارنز رحاتسز ادئوز سيز كوم شو لارنز رحاتسز ادئوز أنتم تضايقون جيرانكم هلا لو جملة معكوسي حاليا أنتم تضايقون هم يعني ما زكرت الجيران انتوا عبد دايقوهما صارتو الجيران من المضايق هم يعني onlar في مكان مفعول به صارتو الجملة سيز onlar زائد لحق التعريف المفعول به سيز onları رحاتسز ادئوز سيز onları رحاتسز ادئوز أنتم تضايقونهما يعني يلعب سرعندي دائما لحق التعريف المفعول به عبد النظاف للعنصر اللي يعب ياخد دور المفعول به لما كان اسم مباشرات نظفنا لنهيت الاسم لما كان دلالت ضمير شخصي بان سن بيس عبد النظاف نهاية الضمير الشخصي عبد الشكل باللغة العربية ما يسمى ضمير متصل يدل على المفعول به أيضا مثال على فعل آخر مع مفعول به آخر أنت أبكيت الطفلة أنت بكيته للطفل صار عندي هون دي أستخدم بدل كلمة شجوك كطفل دي أستخدم هون كلمة الطفل الرضيع الطفل الأصغر أنت أبكيت الطفلة فعل الأبكاء الفعل المسبب من طيب عنا هون سان الطفل مفعول به بيبي صارت يموشقة ضفنا الرباعي صار يموشقة واليموشقة لفظناها سان بيبي آلطن انت بكيته للطفل طيب حاليا إذن نحكي الجملة بدون ما نسكر الطفل أنت أبكيته أنت أبكيته هون من صار المفعول به هو يعني هو صار عندي هون الجملة سان أبكيت الطفلة الطفل كان مفعول به صار أنت أبكيته صار هو أخذ دور المفعول به كضمير متصل بالعربي راح يكون باللغة التركية ضمير شخصي زائد لاحق التعريف المفعول به سان اون االتن سان اون االتن أنت أبكيت الطفل نشتغل آخر مثال على الأفعال المتطابقة بين اللغتين أيضا جملة أولى صديقي التالي أنا رأيت والدتك البارحة في مركز التسورق جملة طولها مشا نحكي على تفاصيلها رأيت أن الفاعل والدتك هي المفعول به البارحة زرف الزمان في مركز التسورق عنده جملة مالك عام زائد تواجد اون انا عنده تالي سار بن دن البارحة annen زائد مفعول به anneni بدون ال اي أيضا جملة صارت 0 بن dün anneni alışveriş merkezinde gördüm ben dün anneni alışveriş merkezinde gördüm dün anneni alışveriş merkezinde gördüm شفت والدتك في مركز التسورق جملة في اللغة التي غيرت فعل النظر حولته إلى يرى صار يراني بعد يرى إلي يراني صار بني كوريور فباكماك هو الجبرني بوجود بنا كورمك هو الجبرني بوجود بني في الجملة بنا دلت على توجه الفعل تجاهي بني دلت على أن الفعل يحصل علي بدون أي حاك بنا باكيور بني كوريور هذا مثل ما أنا شكل النظري نشوفكم بالجلسات القادمة موسيقى